اشتركوا في القناة والتي اعرب خلالها اصحابها عن تقديرهم لهذه المبادرة من الوزير الزياني بهدف التواصل مع المعنيين ضمن اطار مهامه بالوزارة ولتسليط الضوء على العوائق والتحديات المماثلة امام اصحاب الاعمال في المملكة وقد اشار المشاركون في النقاشات الى بعض التحديات التي تنوعت بين الامور المتعلقة باجراءات الجهات المختصة اضافة الى ما يتصل بالتصريح العمالة اعتقد اليوم تطرقنا لمحاور متعددة من الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وهذا القطاع بالنسبة لنا قطاع مهم وحيوي يشكل العدد الاكبر من السجلات التجارية الموجودة في مملكة البحرين ونطمح انه ياخذ حيز اكبر ايضا من قطاع التوظيف خصوصا للبحرينيين فتطرقنا لعدة هواجس وتحديات اللي واجهها القطاع طلعنا بنقاش جيد اعتقد فيه نقاط احنا كوزارة بنقوم في البحث فيها لتسهيل العمل لهذا القطاع بعضها يتعلق بدوائر حكومية اخرى او باجهزة حكومية اخرى وبعضها يتعلق بالوضع العام لمزاولة النشاط التجاري في البحرين وقع بنق البحرين الوطني في بورصة البحرين اتفاقية مع شركة مباشر للخدمات المالية لتمكين المستثمرين من التداول في بورصة البحرين عبر الانترنت من خلال منصة بحرين تريد وقع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة كل من جان كريستوف دوران الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني وزيد العلول المدير العام لشركة مباشر للخدمات المالية وتعتبر منصة بحرين تريد احدى حلول التداول المبتكرة والتي اطلقت في اكتوبر الماضي حيث تديره البورصة بشكل مشترك مع الشركات الوساطة المرخصة في بورصة البحرين وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية البورصة الهدفة لتسهيل عملية الوصول المستثمرين للسوق المالية طبعا فخرين جدا بتوقيع بنك البحرين الوطني مع مباشر اتفاقية ودخولهم في نظام بحرين تريد وهذا يعطي زخم اكبر بحكم حجم بنك الوحرين البوطني وطبعا بحرين تريد اللي هو يعطي حلول لعملاء البنوك يكون بامكانهم يدخلون في السوق في خلال دقائق احنا حاولنا بالتعاون مع البورصة ومع شركة مباشر ان نقدم منتج ممكن نيوصل الى القطاع اكبر الافراد والشركات والهاي لتورث اندفجولز وان شاء الله نحاول ان نقدم حل يكون مرضي حق الزبون اللي كان دايما يطلب ان يقير في نوعية الاستثمارات الفكرة كانت مع بورصة البحرين انه انفعل الانلاين تريدينج والموبايل تريدينج على بورصة البحرين لكل عملاء البنوك الموجودين في البحرين والهدف من هذا الحكي هو زيادة القدرة على زيادة اول اشي الليكوديتي او السيولة في بورصة البحرين وتنشيطها وبنفس الوقت من ناحية المستثمرين او المتداولين بورصة البحرين خلق ثقافة التداول بالاسهم وبالسندات وتشجيعهم على الاستثمار اكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس ان الغرفة شهدت انطلاقة قوية ومؤثرة مع تنفيذ خطة المئة يوم وبدء اولى خطوات مجلس الادارة الجديد بتشكيل المجلس الاستشاري وهيكلة تكوين الغرفة جهازيها الفني والاداري جاء ذلك خلال مؤتمر صحفين في بيت التجار لاستعراض ما تم انجازه من خطة المئة يوم حيث شدد ناس على ان مجلس الادارة يدرك جيدا المنعطفات التي تمر بها اقتصاديات العالم وما يشبها من تغيرات متلاحقة مع الحرص على اقتناص الفرص وتحقيق المزيد من المكتسبات على كافة الاصعدة مؤكدا ان الغرفة بصدد تعزيز حضورها وشركتها مع صناع القرار الحكومي بوصفها الممثل الرسمي للقطاع الخاص فيما اوضح عضو المكتبة في ذي باسم الساعي ان الغرفة في طريقها لاعتماد عنصر التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في الانطلاق الى عالم التجارة الالكترونية طبعا المسارات والمئة يوم هي مجرد حط المسارات هذه على القطار وشغلنا القطار حماشي الامور طبعا ما انتهت كل هالمسارات هي في طور تطوير بعضها منتهي يعني تشكيل لجنة تشاورية هي بأسهل شيء ولكن هناك امور زي القوانين وزي تطوير الاسواق هذه كلها في اطار مدة طويلة جدا وان شاء الله الامور ماشي على حسب الخطة الموضوعة وانشاء الله وانحنا الان في مرحلة التحول والحين المهمة راح تكون احنا كنا في مرحلة تأسيس وانحنا الان في مرحلة التأسيس العملية التطوير والتحديث مستمرة فعندنا مواضيع اساسية هي تبلورت منها عدة تشعبات من ناحية المواضيع الفرعية امور فاكثر الامور تم التعامل معها او بدء العمل فيها المائة يوم هي مو معنات اننا ننجز كل هالامور هذي بس اننا نبتدي في هالامور هذي بعض الامور مثل ما ذكرنا نأخذ لها يمكن سنة سنتين بعض هذي حتى لنهاية دورة مجلس الادارة بس النقطة الاساسية ان احنا اليوم مثل على حسب تعهدنا بديننا بعض الامور انهيناها وبعضها في مراحل مختلفة خلال هالمائة يوم ونتابع الآن اسعار صرف دينار البحرين مقابل العملات الخارجية والعالمية نتابع النشر مشاهدينا مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث وقف لمؤشر البحرين العام اليوم مدى مستوى ألف وثلاثمائة وتسع نقاط بانخفاض نسبته صفر فاصل ثلاثين بالمئة حيث شهدت التداولات انخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والخدمات وأيضا الصناعة وقد بلغت كامية الأسهم المتداولة 12 مليون و 115 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون و 690 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 69% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية حيث نتابع أن الإغلاقات جاءت على خلاف الإغلاقات الخضراء يوم أمس نبدأ مع السوق المالية السعودية التي شهدت تراجعا في إغلاق اليوم بنسبة 0.78% مغلقا عند مستوى 8274 نقطة متأثرة من خفاض غالبية مؤشرات البورصة ويتصدرهم قطاع العقارات نتحول إلى بورصة الكويت للرابح الوحيد في تداولات اليوم الذي أغلق مرتفعا بنسبة زيد عن 20 النقطة المئوية مغلقا عند مستوى 4926 نقطة وذلك بدعم إيجابي من ارتفاع مؤشر قطاعي التي صلاته أيضا السلع الاستهلاكية ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق الماليذي شهد خفاضا بنسبة تقارب النقطة المئوية الواحدة مغلقا عند مستوى 4577 نقطة وسط هبوط لمؤشر قطاعي البنوك وأيضا السلع الاستهلاكية في موقف الأسوق دبي أمالي بتراجع كبير بنسبة 1.23% مغلقا عند مستوى 2829 نقطة متأثرة أيضا بهبوط بارز لأغلب مؤشرات البورصة ويتصدرهم قطاع السلع الاستهلاكية في حين سجل أسوق مسقط الأوراق المالية تراجعا طفيفا بنسبة 10 النقطة المئوية مغلقا عند مستوى 4556 نقطة وأيضا متأثرة من خفاض مؤشر قطاع الخدمات أظهرت بيانات الهيئة العامة للحصاء السعودي تعافيا جيدا لاقتصاد المملكة ليس فقط بفضل تحسن أسعار النفط وإنما أيضا بفضل تحسن قطاعات غير نفطية تمشيا مع توجه السعودية لتنويع الاقتصاد ونمى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لينهي سلسلة من الكماش دامت أربعة فصول متتالية وشهد القطاع غير النفطي نموا بنسبة 1.6% بسبب التحسن في نشطي الصناعة والتعدين كما ساهمت الخدمات الحكومية والمالية بشكل ملحوظ في نمو القطاع غير النفطي حيث وصل النمو في الخدمات الحكومية إلى 3.4% أعلنت موانئ دبي العالمية أن تدرس إنشاء مجمع لوجستي في إثيوبيا لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لدول إفريقيا التي ليس لها منفذ بحري وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن من شأن المجمع المزمع أن يستقبل البضائع من خلال ميناء بربرة على الساحل الشرقي لإفريقيا ومنه إلى باقي الدول غير الساحلية في القارة السمراء وكشف عن خطة استثمار ضخمة لمضاعفة حجم استثمارات المجموعة في قطاع النقل الهندي ودعم جهود تطوير المرافق اللوجستية والبنى التحتية بما يوكب خطة الحكومة الهندية لزيادة حجم صدرات إلى دبي نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة التجزئة الفرنسية كارفور تشكل تحالفا استراتيجيا مع عملاقه سلسلات المتاجر البريطانية تيسكو تعزيز التجارة والانفتاح على السلاع العربية سيكون عنوان فعاليات الاجتماع الوزري الثامن لمنتداء التعاون العربي الصيني والذي سيعقد في العاشر من الشهر الجاري وتراهن الصين على تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح بوتيرة أكبر ما يمكنها من زيادة الاستيراد من كافة أرجاء العالم إذ بدأت اعتبارا من يوليو الماضي في خفض معدل الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار بشكل كبير كما خفضت الرسوم الجمركية على بعض الأدوية والواردات الأخرى وسيفتح منتداء التعاون العربي الصيني الباب لاستيراد الصين مزيد من السلع من الدول العربية إذا وبلغ إجمالي واردات الصين من الدول العربية نحو 93 مليار دولار أمريكي العام الماضي بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي بدأت كندا بفرض تعريفات جمركية على ما قيمته 12 مليار دولار من البضائع الأمريكية ردا على الضرائب الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على سلع الفلاذي والألمنيوم المستوردة إلى الولايات المتحدة وتواجه بعض المنتجات الأمريكية ومعظمها من الحديد والصلب تعريفات جمركية تصل إلى 25% وهي التعريفات ذاتها التي فرضتها الولايات المتحدة على صلب المستورد في مايو فيما تواجه وردات الولايات المتحدة الأخرى تعريفة تصل إلى 10% على الحدود الكندية وهي الضريبة ذاتها التي فرضتها أمريكا على الألمنيوم والآن نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعدن الرئيسية وفي الخبر الأخير أعلنت شركة التجزئة الفرنسية كارفور وعملاق سلسلة المتاجر البريطانية تيسكو إبرام شراكة استراتيجية طويلة الأمد تتيح لهم التنسيق المشترك في شراء المواد التموينية من الشركات ووضحت الشركتان أن اتفاقهما ينص على شراء المواد التموينية أو المواد التموينية بشكل مشترك وهو ما سيضع حدا لتبعات المنافسة ويخفض من التكاليف لأنعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسعار المقدمة للمستهلكين وفق ما نقلته قناة سكاي نيوز وستصب الشركة في صالح العملاء على اعتبار أن نتائجهما ستؤثر إيجابا على أسعار وجودة السلاع والخدمات ترجمة نانسي قنقر